وصلت وزارة الداخلية حملاتها لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 447 قضية تموينية بمضبطات 105 أطنان وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط 42 طن وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي تم ضبط 62 طن وفي مجال قضايا المخابس تم ضبط 726 قضية من بينها 203 قضايا خبز ناقص الوزن و204 قضايا خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال ضبط بخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتدول القمح تم ضبط ثلاث قضايا بمضبطات بلغت 20 طن أقماح محلية